السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأربعة 11 تشرين الثاني أكتوبر طبعا القمر اليوم موجود بالعذرة وبرضو اليوم عندنا انتهى تراجع بلوتو اللي له خمس أشهر تقريبا بيتراجع في برج الجدي طبعا القمر اليوم موجود في العذرة ورح يظل في العذرة لغاية بعد منتصف يوم الغد الخميس يعني بصير يوم أول تقريبا 22 دقيقة من يوم الجمعة وهو موجود بالعذرة بعدين بده ينتقل للميزان طبعا القمر الآن موجود في منزلة العواة وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 10 و39 دقيقة من مساء اليوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح القمر بما انه موجود في برج العذرة معناته اليوم يعني هي كي بتكون الطبيعة الجدية هي اللي موجودة ومسيطرة على جميع الأبراج بيظل الاهتمام على الصحة أكثر على النظام الغدائي على العمل المحافظة على وزن تمرين رياضية فحصات طبية أشياء من هذا القبيل بيكون في عنا نوع من أنماء النشاط والحيوية والتركيز في جميع التفاصيل والتدقيق بكل شيء إن كان بالعمل أو بحياتنا العادية يعني هيك تنظيم هو سيد هذا اليوم منظمين بكل شيء نادرا في هاي الفترة أنه أشخاص يقدموا دعم مالي أو عاطفي لأنه العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر طبعا بتكون تحذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة وهاي الفترة ممتازة جدا للي بده يقلع عن التدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات وأيضا للي بيحبه يقتنوا حيوان أليف أو قراءة كتب مفيدة بالنسبة لهم أو البدء بعمل جديد أو تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية زي ما ذكرنا طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم أو أول حدث رح نتكلم عنه هو انتهاء تراجع بلوتو اللي إله خمس شهور بتراجع بالجدي طبعا رح ينهي تراجع الساعة وحدة وتسع دقائق فجرا بتوقيت جرينج ورح يرجع للحركة الأمامية طبعا تراجع القادم رح يكون يوم اثنين خمسة الفين واربعة وعشرين في تمام ساعة خمسة واربعة وستة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج من الفترة الماضية لاحظتوا أنه في فترة تراجع بلوتو اللي الخمسة الشهور أو الخمس شهور الماضية يعني صار التركيز على الأشياء اللي فيها غيبيات والوهم وسيطر على أغلب الناس تطرف وأيضا التحرش الجنسي كان كثير بالفترة عنف وكره وحقد وأشياء زي هيك ظهرت في كثير من الأشخاص أو في كثير من الدول حتى باللهجات حتى بالنعارات العنصرية والمهاجمات لأنه هنا بفترة تراجع بلوتو ذكرنا أنه في فترة التراجع بيصير عنا نوع من أنواع الكره اللي بيزداد لأنه بالفترة هي ذكرهنا شخص بنكره وبزيد هذا الأمر بزيادة في فترة تراجع بلوتو برضو عملية التهديد بالقوة وفرض الرأي والتحكم بالغير كان موجود يعني كانت فترة صعبة الآن رجع للحركة الأمامية فهذه الأمور إجمالاً بتبدأ تخف بالتدريج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية وهي الزاوية الوحيدة اليوم بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وخمس دقائق عصراً بتوقيت جرينيتش نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبرضو بتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية وبتمنحنا العطف والمودة ومنحها بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية كبرى إلا إذا كانت اضطرارية أما فحوصات ومراجعات طبية وأخذ علاجات ما في أي مشكلة الأمعاء الدقيقة والأعور والقولون والجهاز الهضمي والإثنى عشر والمستقيم وأجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم يعني ما في أي مشكلة إجراء عمليات جراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي إشكالية برضو هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لخلو المسار طبعا رح يكون يوم الغد الخميس بيبدأ خلو المسار الساعة ثمانية وتسعة دقائق من مساء يوم الخميس بتوقيت جرينتش وبيستمر إلى ما بعد منتصف الليل يعني الساعة 12 و 22 دقيقة بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر 26 يوم في تمام الساعة 12 و 25 دقيقة بعد منتصف الليل يعني مجرد ما دخلنا في هذا اليوم بـ 25 دقيقة بيصير يعني طيلة اليوم بنكون إحنا في يوم 27 من هذا الشهر العربي نسبة الإضاءة 7% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 10 سعيد بنسبة 60% القمر في الحذراء حتى يوم 13 10 سعيد بنسبة 60% الآن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 45% عطارد في الميزان حتى يوم 22 10 منتحس بنسبة 15% الزهراء في العذراء حتى يوم 8 11 سعيد بنسبة 5% المريخ في الميزان حتى يوم 12 10 سعيد بنسبة 45% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27 1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6 12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي رجع للحركة الأمامية ورح يضل بحركة أمامية ليوم 2.5.2024 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا بيتراكم العمل أكثر من المعتاد خلال هذا اليوم لأن القمر صار موجود في البيت السادس وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم إذا ما ركزتم وطلعتوا باكر للعمل أو ما تهربتوا من مسؤولياتكم أيضا القمر بما أنه في البيت السادس يعني بيت العمل والصحة فبتكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول الوسط وعلجوا المسائل الطارئة عشان تقدروا تتوصلوا لأي اتفاق طبعا هنا المسائل الطارئة بتكون على مستوى العمل علاقاتكم بزملائكم وأيضا بعض المسؤوليات ابحثوا عن حليف أو عن داعم وتجنبوا الإساءة للأصدقاء وشركائكم وحاضروا من التراجع الصحي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بأحباكم لأنه اليوم القمر في البيت الخامس فالحظ والعاطفي والهوايات والترفيه والأبناء هاي أكثر الأشياء اللي راح يتركز عليها خلال هذا اليوم فاليوم فيه نوع من أنواع الحيوية والحماسة وبتقدر تتابع كل إنشغلاتك ومسالك وتتواصل مع محيطك بشكل جيد وبتكون نتائج إيجابية ويعتبر هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا بتشعر بالطمأنينة والراحة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتنشغلوا اليوم بأمور إلها علاقة بالبيت والعائلة لأن القمر صار في البيت الرابع فعشان هيك التركيز على الأمرين هذول فبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا معنى هيك شوي ببعض الحزن أو التعب أو هيك بكون فيه نقاشات أو حوارات بتستفزك وبتحاول إنك تبحث عن ملاذ آمن أهم شي إنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك ممكن يكون فيه نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بدك تكونوا اليوم أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء التنقلات لأنه اليوم عندك تنقلات كثيرة وعندك سفاريات قصيرة أو اتصالات كثيرة وعمل ونشاط عالي جداً فحاولوا قدر الإمكان أن تنتبهوا أثناء حركتكم تنقلاتكم سيارة تليفون الأشياء هاي ضروري تنتبه لا إلها ما تدخل في أي نقاش حد ممكن يسجل هذا اليوم لقاء مهم أو اتصال مفيد إن كان على المستوى العاطفي أو على المستوى العملي وممكن تجري بعض الأبحاث والمفاوضات الناجحة أو تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة للأجواء جيدة جداً وفيها كثير من المكاسب اللي ممكن أنك تحققها خلال هذا اليوم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً القمر موجود في البيت الثاني يعني له علاقة بالأموال فعشان هيك اليوم في فرص لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي ولكن بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن اليوم تناقش موضوع مالي أهم إشي أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل التدقيق والمراجعة والاستشارة والتفاصيل ولا تبذر أموالك بدك يعني هيك شوي يابن لما توقع أي عقد دقيق بتفاصيل العقود وحدد أهدافك بشكل جيد اليوم في فرص لمكاسب مالية من مستردات أو هبات أو دعم يعني في فرص جيدة برج العذراء بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعا اليوم تشعروا بالثقة بالنفس أكثر بكثير من الأيام الماضية وقدرة عندكو عالية جدا إنكو تسيطروا على زمام الأمور بتكونوا مميزين بأداءكم فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة وممكن تطرح أفكار جديدة وتجتهد على إنجاح مشروع جديد يعني فترة فيها حماسة ووضوح حتى على المستوى العاطفي جيد حتى على مستوى طاقتك يعني ملفت للانتباه للجنس الآخر بشكل كبير خلال هذا اليوم وبعضكم رح يهتم بمظهره وهندامه برضو بشكل جيد بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيتطلب منكم هذا اليوم إنه تنتبهوا لأنفسكم بشكل جيد ولصحتكم لأنه القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بسيطر التعب عليكم اليوم وبكون ما عندك رغبة لعمل أي شيء أو ممكن أنك تتهرب من أي مسؤوليات أو تفكر في إلغاء موعد أو الابتعاد عن الأضواء حاول أنك تعمل بشكل روتيني بدون ما تعمل أشياء مهمة أو تتخذ قرارات حاسمة وحاول أنك تحمي نفسك من المحتالين ابتهداء الوتيرة عندك وبتتراجع الأرباح والحيوية لأنها فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال بدك تصبر ليوم الجمعة لتتحسن الأجواء بشكل جيد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة أهم شيء أنه ما تبقى وحيد لأنه اليوم العلاقات الإجتماعية في من وراها مكاسب كبيرة لازم تستغلها حاول أنك تسارع للمشاركة وإلعب دور بناء مع محيطك أو في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة والرؤية بتصير واضحة أكثر ما بجوز يعني أنك تتجنب اتخاذ بعض القرارات وحاول أنك تنجز كل الأعمال المهمة والضرورية قبل ما نوصل ليوم الجمعة لأنه يوم الجمعة القمر بصير في بيت متعبك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وهذا اليوم يعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو معني ممكن هيك يكون في بعض المشاحنات أو سوء التفاهم ما بينك وبين أحد رؤسائك بالعمل دك تضبط عصابك ولكن إذا أتممت أعمالك بشكل جيد ممكن اليوم تكافأ على هذا الأمر ويعجب رؤسائك أهم شيء أنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك واتجنب التصرف الارتجالي أركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر اليوم موجود في البيت التاسع يعني يعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة بالنسبة لعلك فبتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بدك تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السفر أو قيادة السيارة بين المدن أو القيادة التنقلات ما بين المدن يعني فترة جيد ولكن بدك تنتبه اندفع وحماسي عندك عالي جدا وهدول الأمرين رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة على المستوى العاطفي الأجواء جيد للتواصل مع الأحبة اليوم تطمئن خواطرك وبتختفي كل الأفكار السودة اللي كانت مسيطرة عليك فترة إيجابية جدا فلازم انك ما تضيع عليك الفرصة برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا اليوم التركيز كله برضو على الأموال المشتركة فاليوم بتتفحصوا حساب مالي مشترك حاولوا انكوا تخففوا من النفقات والأموال المشتركة يعني المال اللي معك شريك فيه مال الزوج الزوجة بنك ضريبة تعمين ميرات هاي أموال مشتركة اسمها فحاول تنتبه والدقق عليها بشكل جيد صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية خلال هذا اليوم حاولوا انكوا تكونوا مارنين وما تتنازلوا عن حقكم شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط برأيكم ابحثوا عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهم الملف ولا قضية وابتعد عن إقراض الناس أو كفالة ناس فلوس برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم شركاء المال أو العاطفة أو الأحبة اللي بتكونوا تطور العلاقة معهم واللي في عندهم مشاكل بينهم وبين أزواجهم اليوم ممكن يصير مباحثات أو مصالحات أو يتفقوا على خطة معينة أهم شيء تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل لأن القمر برضو مقابلك تماما طاقتك بتكون ضعيفة شوي لا هو بتسبب لك نوع من أنواع الضغط والأوضاع إذا توترت وعصبت تصعب بزيادة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء